جبهة الشمال باختصار اشتعلت كما عبر الإعلام الإسرائيلي بكل الأحوال نحن ما نشاهده هو واضح في بيانات المقاومة نتكلم عن ردود عنيفة وغير متوقعة وغير مسبوقة خلال إذا ما قسناها على الفترات السابقة طبعا لا أقول عنيفة أنه يعني بمعنى العنف الشامل الكامل لا إذا ما قسناها على المرحلة السابقة بشكل نسبي نعم بشكل نسبي لذلك عندما نتكلم نحن يمكن عمل لامس خلال يومين عمل لامس 30 عملية من العمليات فيها كثير من التفاصيل فيها عمليات مركبة وعلى امتداد القشرة ودخلت في مدايات وشعاع مختلف وضمن سقوف مختلفة وهذا كله يدل أن المقاومة تعالج هذا الموقف بطريقة لا تريد أن توحي فيها للعدو إلا أن المبادرة ما زالت بيدها هنا لما نحكي عن هدف الاغتيال أنه نفصل بموضوع الاغتيال لما نحكي لماذا حصل الاغتيال ولماذا تحصل هذه الردود يمكن تفصيل أكثر ولكن اللافت اليوم كان بموازاة الردود إصداره الإعلام الحربي عن 250 يوم من الإسناد إنفوغراف فيه تفاصيل عن عملية الإسناد وإذا ما أردنا أن نتكلم لماذا نحن هلأ سنربط لأنه إذا ما أردنا أن نتكلم عن الردود التي تحصل عن عملية الاغتيال هذه محطة مفصلية هذا الإنفوغراف 250 يوما 2125 عملية عسكرية تفاصيل خسائر العدو تفاصيل جبهات العدو الداخلية تفاصيل الاستهداف فضلا عن الأسلحة المستخدمة والخسائر البشرية كل هذه التفاصيل هي الناتج التي أدت إلى اتخاذ إسرائيل قرارا بارتكاب حماقة باختيال القائد أبو طالب والمجموعة التي كانت معه يعني عندما نتكلم عن عملية الاغتيال ونتكلم عن الردود هناك أسباب وهناك نتائج السبب الأساسي لاغتيال الشهيد أبو طالب بحسب كل السياقات وبحسب كل التفاصيل فضلا عن التحليلات والمعطيات هي أن الاحتلال اعتبر أنه 250 يوما المبادرة كانت بيد المقاومة خلال الأسبوع الماضية تكرست هذه المبادرة والضربات التي يتعرض لها الاحتلال أفقدته توازنه خلينا نذكر الأسبوع والعشرة أيام الماضيين نذكر كمية الإذاء وحجم العمل الذي كانت تعمل فيه المقاومة لذلك عندما نتكلم عن الردود فضلا عن عملية الاغتيال لا بد من التمييز بين أمرين بين ردود تتعلق بعملية الاغتيال بما هي عملية اغتيال أنه هي إلى سياءة وشكل الردود وأنواع الردود وبتاني بردود تتعلق بهدف الاغتيال كمان سنفصل فيها ولكن المفتاح إلى ذلك كله هو ما قاله بالأمس رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين والتهديد الذي أطلقه والتعهد الذي تعهده بأننا اختصار كلامه أننا ندخل إلى مستوى جديد ومرحلة جديدة وشفنا التعابير الذي استخدامه يعني ما قاله السيد هاشم صفي الدين تم ربطه مباشرة بالميدان وكأنه يعلن عن استراتيجية جديدة سنستمع لمقاله ثم نعلق على ذلك نتابع ما قاله السيد هاشم صفي الدين يوم عمس سنزيد من عملياتنا شدة وبأسة وكما ونوعة ولينتظرنا في الميدان سيرى هذا العدو من هم أخوة وأبناء أبي طالب الذي يلقنونه الضربات ويسقطون مسيراته ويستهدفون مواقعهم الحصينة التي أحالها المقاومون إلى ما يشبه أكياس الملاكمة للسلاح القديم وللسلاح الجديد إذا كان العدو كما تعلن وسائل إعلامه في كل يوم إذا كان يصرخ ويأن مما أصابه في شمال فلسطين فليجهز نفسه للبكاء والعويل يعني زميل عباس كثير من المراقبين والمتابعين والمعلقين اعتبروا هذا الكلام بأنه شيء أو ما يشبه أمر عمليات أو انذار لمرحلة جديدة من عمليات المقاومة وليس فقط يعني خطاب تعبوي عوذتنا المقاومة في لبنان طبعا المقاومة في فلسطين لديها نفس البصمة أنها لا تقوم بالإنذار والقول بدون أن ترافق ذلك بعمل في الميدان طبعا العمل عندما نتكلم عن العمل بالميدان لا نتكلم عن عمل كله يعني في الناس يمكن تفكر الأمور تذهب دفعة واحدة لا هناك جرعات من الرد وهناك أشكال من الرد وهناك تدرج وهناك أنصاق طبعا إذا رحنا للخريطة وما حصل بالأمس وما يحصل اليوم نشاهد الشعاع التي عملت به المقاومة نشاهد أنها وصلت إلى أهداف بعيدة في شيء البيانات تكلمت عن كل هذه الأهداف نتكلمت عن استهدافات بأسلحة ووسائط مختلفة شفنا صواريخ الأرض أرض وشفنا أيضا استهداف لطائرة حربية لاحظنا عمل الأسراب من المسيرات أكثر من سرب من المسيرات وذهبت باتجاه عمعاد أنواع الأهداف التي انتقتها المقاومة هي منطقات بعناية ودقة وتتعلق بشكل أساسي بعض الأهداف بشكل أساسي يتعلق بكيف حصل الاختيال وأسباب الاختيال هلأ سنفصل فيه وبعض الأهداف الأخرى يتعلق بإحباط أهداف الاختيال عندما ننظر إلى هذه الخريطة ونراقب كل هذه الأهداف التي تمت استهدافها ونراقب طريقة عمل المقاومة نعود إلى المربع الأول المقاومة تقول أن المبادرة بيدي وأنا لم أفقد توازني نعم مقتل مسؤول وحدة نصر وهي الوحدة المسؤولة عن تقريبا إذا بدنا نعبر التعبير الشعبي عن نص الجبهة بلبنان والتي كانت تؤذي الاحتلال بشكل كبير في الفترة الماضية هذا ليس مقتلا يؤدي إلى أعاقة عمل المقاومة للمرة المليون ربما المقاومة تكرر نفس العبارة نفس الجملة قتل واختيل كوادر بمستويات أعلى من مستوى أبو طالب بالمعنى التنظيمي والتراتبي والمقاومة أكملت عملها اختيل المعاومة الجهادي لحزب الله حزب الله تطور من حزب ذو قدرة محدودة إلى حزب يتطور أكثر فأكثر إلى أن أصبح بهذا المستوى الذي نشاهده بالتالي برامج العمل وكيفية العمل هي التي تحكم إجابة ما إذا تضربت أو لا عندما قسمت أعمال أو المشهر إلى قسمين القسم الذي يتعلق بعملية الإختيال كعملية إختيال لنفهم ما يجري يعني القسم الأول هو الرد على عملية الإختيال نفسها يعني لما نشوف كل هذه الاستهدافات كل هذه العمليات أسراب المسيرات الصواريخ التي تنطلق يمكن أن نقول التالي المقاومة حللت عملية الإختيال لشهده مربوط بانتقاء الأهداف وكيفية التعامل مع الأهداف المقاومة حللت عمليات الإختيال وبحسب التحليل والمعطى الأولي أن القرار بإختيال أبو طالب حصل قبل أيام ليس من أول الجبهة مقررين يقوموا بهذا الإختيال بهذه الطريقة نعم هو موجود في الميدان كان يمكن يستهشهد من أول لحظة وكان موجود حتى على الشريط الحدودي هو أصلا رجل ميدان مثله مثل الشهيد جواد طويل مثل غيره من الشهداء ولكن مصادقة رئيس الحكومة بحسب مقالة الاحتلال يوحي ويدلل أن هناك أهمية كبرى لهذه الشخصية وهناك أهمية كبرى لتلقي رد حزب الله وكيفية يتعامل معه الاحتلال نقطة ثانية حصل تأهب عملياته وتأهب على مستوى الاستخبارات وتأهب على مستوى القيادة الشمالية قاعدة دادو وهي مقر رئيسي لقيادة الشمالية وحصل تأهب في قاعدة مشار أنا عم نحكي قبل ساعات من الاختيال وهذه القاعدة هو مقر الاستخبارات الرئيسية للمنطقة الشمالية وهو المسؤول عن الاختيالات بكل حال وقبل ساعات من اختيال الحجب الطالب بتحليل حركة الجو حصل تأهب وجهزية من نوع مختلف على صعيد الاستخبارات وعلى صعيد سلاح الجو وعلى صعيد بعض نقاط الانتشار للاحتلال طبعا بالمراقبة بالتحليل بكذا كان واضح ان هناك اقفال للمسيارات على عدد من المسالك وعدد من الطرقات واصلا الناس كانت عم تشوف هذا الموضوع بأم العن طيب منطقة الجوية وتلك المنطقة المحيطة ايضا كان فيها تحليق مكثف للمسيارات خلينا حتى ما حدا يقول انه مدام كانوا عارفين الجنوب اليوم فيه تحليق مكثف للمسيارات في مختلف القطاعات تحديدا بالقطاعات لعشرية الامامة وبعدان باتجاه الخط الساحلي ومن ثم هذا التحليق يدخل من الخط الساحلي باتجاه الغرب وعم بيطير فوق قرى قضاء صور كلاياتها بالتالي النشاط الجوي الذي كان مقفلا ما فيك تحليله مية بالمية انه هذا حيأدي الى اغتيال فلان نعم واحد بيحطاط كذا نقطة تانية التي لابد من الاجابة عنها كثير تساءل عن موضوع الاختراق والنفوذ والعمالة والتكنولوجيا بغض النظر عن ارجحية ان يكون هناك امر ما من هذا النوع ولكن لابد من الوقوف ان الاحتلال لديه كم كبير من المعطيات لديه كم كبير من المعلومات التي جمعها عن عدد كبير من الشخصيات اذا كمال مقفل الحلقة حوله هناك امين سر وهناك مدير مكتب وهناك شخصيات كل هذا التحليل مع الاستنتاجات التي يستنتجها الاحتلال مع المجموع المعلومات التي جمعها عن الاماكن والسيارات والتموضوع تدخل الى التحليل تخضع للتحليل وتؤدي الى استنتاجات الا يعتبر وقف عمليات الاغتيالات او نجاح اسرائيل في تنفيذ اغتيالات احد التحديات الكبرى من المقاومة اليوم انت تتكلم عن رجال في الميدان التحدي الاكبر ان يبقى غير مقتول تسع شهور وان يدير جبهة بهذا الحجم يتنقل فيها بين مختلف قطاعات الجبهة التي تحت تحت مسؤوليته يعني المباشرة كل هذا الوقت لا التحدي الاكبر ان يبقى حي رغم كل هذا الاطباق لان احنا نتكلم عن اطباق مهول وعن اهداف يحوزها الاحتلال وانت شايف احنا منشوف فور ان ينطلق مثلا صواريخ او كذا يحصل اغارات على نقاط وبغض النظر اذا يحصل الفرضية الاقوى ان مراقبة المنزل والمنطقة المحتملة التي سيأتي اليها الهدف الحاجة ابو طالب هو منفصل عن الاغتيال يعني المسيرة لم تقتلوا الفرضية الاقوى ان طائرة من الطراز اف خمسة وثلاثين هي التي اقتلت طبعا بحاجة الى انهاء تحقيقات وتفاصيل نحن عم نحكي هون عن المعطيات الاولية وكل هذه الحركة لخلال اليومان اللي سبقوا الاغتيال والساعات التي سبقت الاغتيال اديرت حركتها من قاعدة ميرون اصبح انت عندك على مستوى قيادة المنطقة الشمالية قاعدة دادو واصبح لديك على مستوى قاعدة مشار التي يتم فيها دراسة الاهداف وكيفية الاغتيالات وكيف بدت تصير العملية ومنين بدت تنطلق واصبح عندك نشاط جوي واصبح عندك قاعدة ميرون هون بنجي لانتقاء الاهداف لدى المقاومة لشان هيك لما قلت هناك نقطتان اساسيتان في شكل الجبهة حكمتا شكل الجبهة هذه النقطة الاولى تحليل عملية الاغتيال ولذلك قامت المقاومة باستهداف مقر القيادة الشمالية بدادو ومن ثم لم تكتفي بذلك استهدفت المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي في عم عاد وكانت عم تستهدفهم بعشرات الصواريخ وبالمشاهد المنشوفهم باستهداف ميرون وباستهداف عنزيتيم نلاحظ كثافة الاطلاق وكثافة الصواريخ التي اطلقت وبالمناسبة كانت المرة الاولى في صبيحة هذا اليوم التي تعرض فيها المقاومة مشهد لراجمة صواريخ تخرج وترمي من تحت الارض وهذا له دلالاته هذه الكاتيوش وهذه الراجمات التي رمت قاعدة ميرون والكثافة النارية التي رمت قاعدة ميرون والتي كانت مسؤولة عن تنصيق حركة الجو بعد أن كانت قاعدة مشار هي التي نسقت قاعدة مشار هي التي نسقت العمل الاغتيال وتم اتخاذ القرار في قاعدة دادو بعد أن رفع إلى المستوى السياسي استهدفت ميرون استهدفت عنزيتيم استهدفت بطبيعة الحال قيادة الفيلق الاحتياط والقيادة الأساسية بدادو ومن ثم اليوم حصل الهجوم الأكبر والأوسع والذي أدى بشكل نهائي بحسب المعطيات الأكيدة أنه بعد ما كان هناك أعمال بالكاتيوشة وفلق ستة على ثكنات مواقع عسكرية في مرابد الزعورة وثكنت كيلع وثكنت يواف وقاعدة كاتسافيا وقاعدة نفح وكديبة السهل في بيت هيلل وهذه كلها قواعد قيادية حصل هناك هجوم بعدة أسراب يعني هذا هجوم مركب مشترك وهلأ حنحلل هولي ليش عم نوقف عليهم هذا مركب مشترك وعدة أسراب من المسيرات ذهبت ودمرت قاعدة مشار وثكنت كاتسافيا دمروا يعني أصبح لديك القسم الأول من الاغتيال أو من شكل الردود التابع لتحليل عملية الاغتيال وانتقاء الأهداف المقاومة أنجزت قسما أساسيا منه وهذا تماثل وتناسق من هذه القواعد كان مقر الفرقة 146 سواء المقر المستحدث وكان فيه عنصر مفاجأة المرة الأولى المقاومة تبث لقطات لما قبل الاستهداف وما بعد الاستهداف وعمت فرجيهن المقارنة وهذا يعني أن المقاومة استهدفت ومن ثم أخرجت مسيراتها بعد أن كانت قد استهدفته بمسيرات وعملت تحليق لمسيرات لجمع المعلومات بعد الاستهداف يعني لم تستطيع الاحتلال أن يفعل شيئا مع هذه المسيرات لا توقع وعرف من أين أجد المسيرات لان طلقت من أكثر من اتجاه هذا السرب ولا التفت إلى المسيرات التي صورت ووثقت قبل الاستهداف وهذا مشهد بعد الاستهداف طيب هذا القسم الأول طبعا كان فيه نقطة أساسية لابد من الإشارة إليها أن هناك مصنع بلاسان للصناعات العسكرية صار في استهداف ومعناه لكن ما يمكن أن نضيفه هذه الليلة هذا الاستهداف يتعلق بشكل أساسي بالتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وبالاحتلال إسرائيلي كما أن المقاومة استهدفت من طاض طالش مايم في إيلانيا وكما أنها استهدفت عدد من مصانع التابعة لشركة رفييل والتي يستفيد منها الولايات المتحدة ويستفيد منها عدد من الدول هي أيضا استهدفت هذا المصنع لبث رسالة باتجاهين ليس فقط باتجاه الاحتلال أيضا باتجاه هذا التعاون الذي يتفاخر به الاحتلال مع الولايات المتحدة والذي يقول أنه يضمن تفوقها على مستويات عدة هذا المصنع له على التدريع وغيره والآليات ولكن طالش مايم يتعلق بالاستخبارات ربما نشاهد بعض الأعمال الأخرى تتعلق بقطاعات أخرى لا ندري بهذا الاتجاه كان لابد بالإشارة إلى هذه النقطة لأنه أيضا التعاون الأمريكي الإسرائيلي والاستفادة من هذا المصنع ومن هذه الصناعات تعود بالفائدة على بولايات المتحدة الأمريكية أيضا عباس نريد أن يعني نعطي حيز من الوقت قبل نهاية هذه النشرة أيضا لشهيد أبو طالب نعم بس في نقطة إلى بهدف الاختيال وهذا موضوع هدف الاختيال يتعلق بشكل أساسي بشكل الردود الكثافة الأعمال بهذا العدد ليس عن نوعية الأهداف بأول واحد تحليل الاختيال حكينا عن نوعية الأهداف شكل الردود طيب هدف الاختيال بحسب المعطيات الأكيدة أنه كان إفقاد المقاومة توازنها شفنا نحن الإنفوغراف وشفنا العمليات بالأيام العشر الماضية ونزع المبادرة من يدها عم تقتلنا أنت مسؤول وحدي بهذا الحجم هو رجل من رجال الميدان طيب كيف جاء رد المقاومة كثفت الردود مئات الإطلاقات من الصواريخ أعمال مشتركة ومركبة أنواع أهداف منطقات بدقة وفضلا عن المسار الروتيني لأنه على امتداد القشرة والحفة كمان بإيه العمل وشفنا نحن بإرامية والراهب وغيره كانوا يتعرضوا لرميات هاون يعني عم نحكي عن مئات الأمطار بعاد الرمات وشكل الردود خاصة الردود المركبة بهذه الطريقة تتكلم عن راجمات ترمي ومن ثم مدفعية تعمل ومعها سرب مسيارات بأكثر من اتجاه بالشرقة وبالغربي وبالوسط ناتج هذه الردود يكفي ما يقوله الإعلام الإسرائيلي أن ما حصل اليوم يعني قبل أن نفوت على استوديو كان في حكي عم بيقارن بما حصل اليوم أنه شبيه نسبيا بسبعة أكتوبر أو شيء بهذا المعنى طيب هذا كله لأن الحج أبو طالب أول شيء المقاومة قالت أنها لم تفقد المبادرة ولم تفقد التوازن والحج أبو طالب بتاريخ الجهاد الكبير وبمساره مع المجموعة التي استشهدت معه بطبيعة الحال هو من أصحاب البصمة المميزة وإذا يمكن أن نقول أن أبو طالب هو فكرة وميدان وكل الذين سألناه معانه قالوا أنه عندما تبدع الفكرة وتصبح برنامج عامل بميدان تتجسد بأبو طالب طبعا هو لم يترك الميدان منذ التحقي بالمقاومة وهو رجل التفاصيل والورقة والألم نحن في الميدان نحن عندما عملنا حلقة اسم الردع الحاسم عملية الرد على اختيال مجموعة لقنيطرة عام 2015 كان لنا شرف لقاء مع الحاج أبو طالب وهو شرحها قسم أساسي من العملية وهو كانت عنده أصلا العملية تحت مسؤوليته نطاء مسؤوليته وعملنا حلقة اسم الردع الحاسم وشرحنا للمشاهدين أنا ذاك رجل الخفاء بشرح هذه العملية كان حاج أبو طالب أنا ذاك طبعا بتشوف أنت الدفتر والألم جايبته مهتم بكل التفاصيل عنده موضوع التأجيل كان بهديك دائما كل من أحاط به يقول أنه لا يؤجل شيء وهو دقيق بطريقة عرفة فيها الإسرائيلي بكل تفاصيله هذا ما أدى إلى إبداع في الميدان واستطاع الحفاظ على التوازن بين القائد ورجل الميدان وهي دمنا سهلة يعني مثلا عندما كان يتفقد النقاط الحدودية كان يصر أنه لازم يروح مشا على الأقدام ليتفقدها نحن اخترنا محطتين من تاريخ أبو طالب محطت البوسنة والذهاب إلى البوسنة وأنا ذاك كان هناك اضطهاد لم يذهب حزب الله أنا ذاك بالنفس الطائفي أو المذهبي كان هناك استصراخ واستنجاد من قبل من يتعرضون للإبادة من المعسكر التابع للولايات المتحدة الأمريكية والرئيس علي عزة فيغوفيتش طلب مساعدة الشهيد أبو طالب مع مجموعة أخرى فيها مثلا الشهيد رامز مهدي والشهيد على البوسنة ذهبوا إلى البوسنة وكانت تنصيق مباشرة مع باقر نجلوا لعزة فيغوفيتش طبعا كان فيه شيء مميز أكثر من المجموعة التي ذهبت أنه استطاع الاندماج المجموعات التي كان يجب أن يتم تأهيلها كانت بمشارب فكرية مختلفة وإن كانت تجتمع تحت عنوان مسلمي البوسنة أنا ذاك ولكن كان فيهم المعتدل كان فيهم الأصولي كان فيهم من التيار السلفي أبو طالب استطاع أن يوصل العمل معهم جميعا وهو كان عنده شخصية مرحة وكان رياضيا واستطاع النفوذ وتعلم مفاتيح اللغة نحن نقول ذلك للدلالة أن الذهاب إلى البوسنة هو محطة من المحطات الجهادية التي اعتاد علي حزب الله عندما يتم الاستنجاد به للدفاع المستضعفين بحسد أدبيات هذا الحزب طبعا بموضوع فلسطين هو من الأصل عاشق لفلسطين ولديه اهتمام بتفاصيل فلسطين وتفاصيل الصراع وحتى التقيناية مرة أخرى بجولة نظمها الإعلام في حزب الله يتكلم عن مضوع فلسطين بالدقة والعاطفة طيب تعرف على عدد كبير من كوادره على امتداد مسيرته عام 2000 و2005 عندما خرجوا وحصلت تنصيق في الانتفاضة الأقصى حاج عماد مغني كان لديه تواصل وجولات في الجنوب وكان يأخذهم للاطلاع على محاور العمل في المقاومة كان الشهيد أبو طالب أحد الذين يلتقوا هؤلاء القادة ومنهم قادة رفعين يمكن التاريخ بيحكي بعدان عن الأسماء التي خرجت وجاءت إلى لبنان بعد سيف القدس ارتفع التنصيق بين المقاومة وفصائل المقاومة الفلسطينية بين حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية تحديدا القسام وسلايا القدس كان لديه اتصال مباشر بهم عم يشتغلوا تحت نطاءه الجغرافي ومنطقة عملياته كان يعرفهم يعرف عديدهم يعرف تفاصيل عنهم يعرف قادتهم حتى اللي استشهدوا منهم راح لأنه تعرف انت حصل عمليات اغتيال لعدد من الكوادر ذهب وعز بهم وعندما جاء الإعاز هنا لنرجع عودا على بدء إعاز أمر فتح الجبهة من الأمير العام كان مبسوط أنه فتح الجبهة بشكل مبادر واحد من هؤلاء كان الحج أبو طالب يعني هو اللي استلم الإعاز وعطى الإعاز للآخرين وكان لديه بحسب الإجماع أنه كان لديه تصور لما هو مقبل وكان متفائل أن هذه المعركة ستنتهي بانتصار المقاومة في غزة رغم كل هذا الأسى وبانتصار المقاومة في لبنان وتحول أو حصول تغير وتحول جذري واستراتيجي في مصير ومسار الكيان لأن هذه المعركة ستؤدي إلى نتائج استراتيجية هام ترجمة نانسي قنقر